غيابات عديدة سجلتها المؤسسات التربوية بمدينة عيندراهم نهار اليوم بعد تعذر وصول التلاميذ والإطار التربوي إلى المدينة بسبب الجليد الذي ملأ الطرقات وعطل حركة المرور 3 ساعات الصباح الأولى المدرسة تشتغل اليوم تقريبا 50% تقريبا نصف تلامذة حاضري نظرا لوجود الجليد على مستوى الطرقات عيق حركة التنقل لدينا معظم برشة تلامدة يتنقلوا من أماكن بعيدة خاصة رياف مدينة عيندراهم تتحصلوا لتحق البقية لدينا بعض الزملاء في كيف الأسادي إذا يتنقلوا من أماكن بعيدة ما تبارقة من بابوش من خارج عيندراهم يتعطلوا نفس الشيء في الطريق بردة برشة يعني وصلت حتى موان ترواء موان كاتس باحرة يعني العودة المدرسية خاصة اليوم فيها ريسك حتى على تلامدة فيها ريسك على يتنقلوا تم مثلا نكلمت شركة النقل الشركة المحلية النقل في عيندراهم نقل لي رمي الكيران خرجوا وحبسوا قبل يعني مشوا تقريبا حكاية كيلومتر على البلاد وحبسة الكيران غياب التدفئة بالمؤسسات التربوية والمبيتات المدرسية كان ولا يزال إحدى الإشكاليات التي تؤرق الإطار التربوي والتلاميذ في ظل ما تشهده الجهة شتاء من تساقطات وتدني درجات الحرارة رتوار على لتاج التوكيم موجود من عرشي غادة تنجموش تلبتول لتاج الخامس والشفاج من عام ثلاثة ثم مرهوم في دو بومب إعادة سيانة من عام ثلاثة ثمانين زماعات سيانة تقريبا باش تكفل به الدوان أنا متى هدين نسلوا فيه التو تليم درام في الليل راي الدرجات راي تحبط حتى تبدأ 12 و13 في النهار راي في الليل راي تنجم تحبط تحت سفر درجات الحرارة نحلمو في يوم النات كل مؤسساتنا المركز التربوية فيها تدفئة مركزية للغازد فيه نسنو إن شاء الله وعليش لا ما يتحقق شي في عند راهم وتكون الظروف مواتية أحسن للدراسة وضعية عدد من المؤسسات التربوية وخاصة في المناطق الريفية تتطلب تدخلات عجلة بالنظر إلى ترد بنيتها الأساسية وافتقارها للوسائل والمعدات الضرورية عودة متعثرة للدروس بمدينة عند راهم نهار اليوم ومطالب بسيانة المؤسسات التربوية ودعم تجهزات التدفئة فيها